بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اكلمكم عن موضوع اسمه ليرن هاو تعلم كيفه هو ملخص لبعض افكار الكرازة القديمة اللي ممكن نكون ابتدينا ننساها الادام او نطلع عنها الكرازة حب لله وحب للناس سبق قلنا كده كتير والكرازة نار في القلب واحد صعبان عليه الناس اللي هتروح النار دي ففيه نار بتاكله عاوز كل الناس تحب ربنا والكرازة واحد شايف المسيح وتعبه وعاوز يوصل التعب ده للعالم كله بأي تمن فبيغلب احباطاته يغلب كبرياءه يغلب صغر نفسه يغلب سلبياته عاوز اعمل اي حاجة بس الناس تعرف ربنا انما وانت بتحاول توصل ربنا للناس في حاجات لازم تتعلمها في مهارات لما تعمل الحاجات دي كفاقتك الروحية ككارز بتزيد اول حاجة تعلم كيفة تصلي لاجل الكرازة انتوا كلكم بتصلوا بس الحقيقة الجزء الغالب في صلواتنا ما فيوش كرازة احنا ممكن نصلي عشان شغلنا وعشان صحتنا وعشان صحابنا وعيالنا وعشان مصر كويس لكن قدي ايه شغلك ان فيه مليارات من البشر لسه ما يعرفوش ربانهم قدي ايه شغلك ان فيه وسانية في العالم لغاية النهاردة وفيه ناس بتعبوا التماثيل قدي ايه شغلك ان فيه شباب كتير ضايع في الادمان والالحاد والهوموسيكشواليتي وما حدش علمهم والناس دول المسيح بيحبهم الكارز مش موضوع وعظة هيقولها دي حاجة جوايا بتحركهم فاقل دور لازم تتريني لازم تتعود تصلي من اجل العالم كله يقولوا عظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر ومصليين في ذلك لاجلنا نحن ايضا ليفتح الرب لنا بابا للكلام يعني صلوا وصهروا في الصلاة وركزوا في الصلاة على حكاية الباب يا رب يفتح باب زي الابواب بتتفتح بالصلاة فحتى لو انت مش مسافر وموجود معاهم الناس دي قدامها نفوس بتهلك لو تفتح لها الباب هتعمل حاجة لنتكلم بسر المسيح الذي من اجله انا موسيقى كي اظهره كما يجب ان اتكلم يعني عشان المسيح يظهر عوزة صلاة كتير تسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت ليكون كلامكم نعم نعم كل حين بنعمة مصلحا بملح لتعلموا كيف يجب ان تجاوبوا كل واحد مرة تاني المسيح علمنا الصلاة من اجل الكرازة لما قال الحصاد كتير والفعل قليلون اطلبوا اطلبوا من رب الحصاد انا شخصيا بصلي الصلاة دي كتير كل يوم يا رب ابعت كهنة للكرازة ابعت مكرسين للكرازة لانه هو الحل كتير ان ربنا يبعت ناس قبل قلبها بيكلها على الناس هي عاوزة كتير فربنا وصانا بده قال اطلبوا يبقى هو نفسه بيقول صلوا عشان الموضوع ده فعشان تبقى مشروع كارث في الاخر تعلم تصلي للموضوع ده انت مش قادر تسافر ويمكن خلاص ظروفك مش هتسمح لك تروح ولا تيجي بس انت جواك نار ابو مالود انت ممكن من وانت هنا المجرد تصلي تفرق كتير اغرباس وهو بيحاكم بولس فاخر المحاضرة اللي قالها بولس وده كان رجل بتحاكم قال له بقليل تقنعني اصير مسيحيا يعني يا جبروتك يا بولس عاوز فقعدة كده تخليني انا الملك ابقى مسيحي يقوم بولس بمنتهى الجبروت يقول له ايه كنت اصلي الى الله انه بقليل وبكثير ليس انت فقط بالايضا جميع الذين يسمعونني اليوم طبعا بصلي كنت بصلي عشان الاعداء دي كنت بصلي ربنا ينور قلبك وكل اللي سمعيني كمان اذا القديس العظيم بولس ما كانش متكل على خبراته في الكرازة ولا شطرته في الدفاع ولا حجته القانونية وراجل دارس قانون لا 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 هو الراجل متكل على الصلاة اتعلم تصلي للكرازة صلي على الاقل لكل اللي حواليك في كل مكان بتصلي للناس جرانكم بتصلي للناس اللي في اشغالكم بتصلي للقرايبكم اللي ما يعرفوش المسيح له المجد بتصلي للناس اللي بنشوفهم في الشوارع بنصلي للناس دي ولا كأن الناس دي ممالوا لما يهلكوا ده انت تبقى قاسي قوي لما تبقى الناس دول بالنسبة لك ومالوا لما يهلكوا لا ازاي دول بشر زيك زيهم ولا يعرفون يا مينهم من شماله قول يا رب نور عليهم قول يا رب عرفهم طريقك قول يا رب ما تسبهمش يهلكوا قول اي صلوة كده من الحاجات اللي تفرح ربنا اللي تقول انك انت فعلا بفهم كراسة او بتحبك كراسة يبقى اتعلم ازاي تصلي للامور دي لانها مش هتيجي غير لما تحطها في دماغك كلمة صلي ليفتح الرب لك بابا للكلام يعني ممكن الباب ده يتفتح بسؤال او بيتفتح بجواب الكارز لو تكلم في السياسة ما يهموش السياسة يهمو يدخل منها على المسيح لو يتكلم في الاقتصاد ما يهموش الاقتصاد عاوز يوصل منه للمسيح لو يتكلم عن الالحاد يهم يسوء المتكلم اللي معاه الى المسيح لكن هو مش بيحكي اللي مجرد بيحكي من هنا تاني نقطة اتعلم ازاي تقول السؤال المناسب رب انه يسوء له المجد يعني اخطيت استاذ اسئلة يعرف يفتح اي موضوع ويسوءه بحكمة عالية قوي عن طريق مجموعة اسئلة واديكم شوية امثلة لكن فن السؤال على فكرة ده فن عظيم جدا لانه ده اللي بيعمل حاجات كتير قوي مثلا لما يقول ماذا من يقول الناس اني انا ابن الانسان ما انت عارف لا معلش خلينا نفتح الموضوع لما تفتح الموضوع وصلنا في الاخر الى ايمان مستقيم معلن انت المسيح ابن الله يبقى السؤال وصلنا الى استنتاج مهم او اتريد ان تبرأ ده سؤال كرازي درجة اولى عاوز تخف عاوز ترتاح عاوز ما تخافش عاوز تغلب المشكلة اللي انت فيها عاوز اكيد الاجابة طبعا عاوز خلاص تفتح الباب يلا اقول دوس سؤال كمان مثلا ايهما ايصر سعال لما تقارن امور ببعض تخلي اللي قدامك لأول مرة يفكر بطريقة فلسفية هو ايه الاهم لو فيه حياة ابادية يبقى الاهم ارتاح هنا ولا ارتاح هناك فكر كده طبعا هناك لان هناك طويل لأوي طيب ففيه اسئلة كتير فيها نوع من ايه الفلسفة البسيطة هو ايه اسهل ان الواحد يخف دلوقتي يركع يعيه تاني ولا انه يضمن الحياة الابدية انهي اسهل وانهي اهم وانهي اصعب ودي اسئلة كتير مثلا المسيح لما بيقول اسئلة استنكارية ساعة زي ايه مين فيكم يقدر يزود على اقامته زراعا واحد والسؤال ده يوصل لا ايه يوصل لقاعدة اسماء ايه دو نوت واري ما ينفعش تقلق ما ينفعش تهتم في الاخر لو اهتمتها تعمل ايه يعني فانت ليه عاين الهم زيادة كده بس السؤال هو اللي وصلك للإيمان ده لما المسيح مثلا يسأل سؤال ليه بتشوف القذى اللي في عين اخوك ومش مركز في الخشب اللي في عينك ده سؤال يتسئل اي انسان لما يشكي من اي شخص طبعا انت بتسأل سؤال واحد بتشور له على فكرة انا كمان فيها مشكلة وانت عنيك فيها مشكلة واللي انت بتشكي منه في مشكلة بس يمكن مشكلتي اكبر من مشكلتي لما المسيح قال الراجل الشاب الغني ده قال له ليه بتدعوني صالح لما واحد يكلمك سأله في اللي بيقوله ساعات لما بتسأله في اللي بيقوله انت بتفوقه انت بتخليه فكر بطريقة جديدة توصله في الاخر لموضوع كرازي اما المسيح ببساطة كان يقول لهم الصورة دي بتاعت مين والكتابة دي بتاعت مين ومين عامل ده مش قيصر طب مين عامل ده مش ربنا سيبقى مجرد التساؤلات البسيطة بتوصل لحاكم ممكن تسأل تساؤلات في اتجاهات كتيرة مثلا تساؤلات عن نفسها تسأل تساؤلات عن الخطيئة او الفساد او الغلط اللي في العالم تفتح مواضيع عن الموت او الابدية او الافتر لايف ممكن تتكلم عن الالم او المعاناة كل من دول يدخلك على المسيح في الاخر ودرسناهم زمان بس انا براجع بس هو فن السؤال ودي مواضيع كل الناس بتتكلم فيه مين ما بيجيبش سيرة المرض ولا الموت ولا الخوف ولا المشاكل ولا ولا الاخبطة اللي في العالم ولا ولا الطبيعة اللي حوالينا حتى لو قال يا دي جميلة قوي طيب ما هو موضوع هو اسأل اسئلة تخص مواضيع انسانية وطلع منها للمسيح مثلا اسأل عن الحب اسأل عن السعادة زي توفيش برناميكم اسأل عن الرشا الميش مينينج أو لايف أو الحاجات دي على فكرة هتلاقي إجابات غريبة وعجيبة لكن كلها تفتح باب انك توصل للمسيح وده الحقيقة كنت بقى في كتاب رائع يعني إزاي كتاب كبير عن الكرازة يعني لما تسألني سؤال أقوم أرد عليك بسؤال أو بتقول لي مقولة فرضية أقوم أنا أسألك في الفرضية اللي انت قلتها مثلا هنا الأول قبل ما تسأل السؤال لا جاوب على السؤال هل ده انت تعرف تجاوب على سؤال هو انت ليه المسيحي هتقول كلام مقنع ولا هتقول كلام خايبان هتعرف تجاوب من هو المسيح بطريقة يتعدلك الشخص اللي بيسأل تقدر تجاوب على سؤال ليه ربنا بيسمح بالشر أو الخطيئة أو الواجع تعرف تناقش قضية ليه في إله واحد ما ينفعش يبه أكتر تعرف تتكلم عن after life how to prove مثلا كمان الخلاص الانسان الكنيسة ايه هي والواحد يعيش ازاي بايضة ويه الحاجات دي مواضيع تهم الناس لو عرفت تجاوب عليها انت ممكن تكون كسبت الناس هنا بقى اتعلم تسأل سؤال يعني مستفز شوية يعني في ناس كتير قوي دلوقتي برا مصر يقول لك كل الأديان دي حاجة واحدة في الآخر دي مقولة بقت مشهورة جدا عارفين ألطف سؤال انا قاريت فيه انك تقول له really do you really mean it is it true انت بتشككه في اللي بيقوله فلو قال لك يا ساي مين تقول في عقيدة بتقول مفيش ربنا خالص وفي عقيدة بتقول مفيش غير ربنا واحد وفي عقيدة بتقول في ربنا كتير هما كله زي بعض is it true هتبصت لك المقولة اللي هو حفظها ومريحة ضميره انه there is nothing called religion كلهم بيقولوا نفس الكلام في الآخر it's not true فانت فنتت له حاجة هو معتقد فيها زي مثلا واحد يقول لك الانجيل محرف او كل بتعدين دايما وحشين اسمع الواطفر هو بيقول ايه وبعدين ارجع نسأل نفس سؤال بجت صحيح طب اديني مثل ماعرفش اديك مثل لانه قالوله حفظ كده بس فانت مجرد لو قلت له give me an example one one simple example من الانجيل يقول انه محرف او بينقد نفسه مش يعرف انه مش مذاكر او قلت كل المتدينين وحشين بتقول له زي مين وتبع انت عندك لستة من ناس مشهورين اتعلم تسأل السؤال isn't it possible ده نوع من الاسئلة المفيد هو ماينفعش انه يكون ربنا موجود وفي شر موجود خليه هو اللي يوصل لاستندق لا ممكن يبكون ربنا ومدي حرية للبني قدمي فمجرد قاعدة isn't it possible يعني هو مش ممكن تبقى واسيب له الباب مفتوح سعده هو اللي يكتشف الاجابة المسيحية هو isn't it possible ان ربنا عشان بيحب الناس يجي لهم يقول لك is it it's possible ok that's exactly what we say احنا بنقول كلام مش possible احنا بنقول كلام مقبول او ممكن تسأل شخص لما يقول لك حاجة كده مسلمة تقول عرفت ازاي ما يقول لك الانسان اصله حيوان طب عرفت ازاي كتب بتقول كده زي ايه الكتب وايه البروف هتلاقي هم مش دارس هم مش مذاكر هم حفزوه هم حفزوك المتين عشان يخضروا ضميره لكن لما تدوس هو ما يعرفش ويبتكون في الاخر تقول انا لما اكتشفت انه ما ينفعش لا في فرق كبير بين الحيوان والانسان لغاية دلوقتي وان العلم ما قالش اللي حضرتك بتقول بس بعد ما ترميله السؤال الاول وتخليه احتاج شوي او هل انت متأكد تعارفين حكاية الفيل شايفين الفيل حكاية الفيل دي بيحكوها قوي برا مصر دلوقتي يقول لك كل اصحاب الديانات والمتدينين هم ناس عميان وكل واحد فبيوصف جزء منه فمثلا اللي مسك الزلوم قال ده عبارة عن تعبان اللي مسك الرجل قال لا ده ده شجرة واللي مسك بتاع العاج ده قال لا ده ده حربة او رمحة او حاجة كده اللي جات ايده على بطن الفيل قال لا ده حطة اللي مسك الدي قال ده يا جماعة ده حبل وما الحقيب يتكلموا عن حاجة واحد خليه بالكم وكل واحد يقول لك اقطع دراعي يعني هو متأكد جدا من اللي بيقوله طيب فيقولك عشان كده بتوعي الاديان كلهم غلط تفاهم تفاهمين اللعبة بيحطوا المسأل ده عشان يقوله يبقى كل الناس غلط الحيا انت تقوله وانت حكمت عليهم انهم غلط ليه لانك افترضت انك شايف شايف الفيل كله اذا على الاقل في واحد شايف الفيل كل يبقى في واحد على الاقل هيتطلع صح البقيين اللي انت قلت عليهم عميان كل واحد عنده part of the truth لو خلاها هي كل truth هيطلع غلط لكن عشان تحكم انه كل دول عن غلط او عندهم اجزاء من الحقيقة يبقى لازم في واحد على الاقل انفتح وشايف انت افترضت كده في كلامك طب انا بقولك كده ان لازم يطلع دين واحد صح والبقي غلط يعني اذا انا برد عليه من نفس منطقه اللي كان بيشرك القصة دي اخر نقطة اعوز اقولها تعال اتعلم ازاي نحب ازاي ربنا انا انا قلت تلات نقط كبار تعلم ازاي تصلي كويس وتعلم ازاي تسأل او تجاوب اتعلم كمان ازاي تحب لانه زي ما شفنا العدرة العدرة ما بتسألش ولا تجاوبش بس العدرة خادمة درجة اولى وكذب تيامى ناس لان العدرة بتحب بجد والحب ده عملة صعبة في الزمن ده ليحب الناس قوي من قلبه لازم يكسب ناس لازم فهنا المبادرة انك تبادر تفتقد ناس تعبانة تروح لناس ملهاش حد تستحمل الناس في متعبها وغلبها وانك تبقى مستعد للغفران والتسامح انك تدي بسخاء انك تنسى نفسك عشان شخص اخر مش ممكن الكلام ده ما يجيبش نتائج مش ممكن ده اقوى من اي عزة ناس احنا عايزين نتعلم نحب بالمستوى بالطريقة دي مش بنحب اللي بيحبونا ان احبابتم اللذين هيحبونكم ايه اي فضل لكم تم العشرين والخطاب يعملوا كده ازاي تحب زي ربنا اللي يعذر واللي يصطر على الناس كلها يبقى عاوزين تاني نتعلم ازاي نصلي للكرازة نتعلم ازاي نسأل او نجاوب واخيرا ازاي نحب زي ربنا يسعى لإلهنا كل مكدو كرام انا